حلقتنا بالتابع واليوم رح نحكي عن الاستقلال بس من جانب آخر من أكس مختلف مع شخصية يمكن ما كتير بتضوى عليها رح نجرب قدر الإمكان أن نقدم معلومات عنها هي شخصية أنري فرعون هالسياسة اللبنانية والمصرفة الشهيرة يعني كان له دور بفترة الاستقلال وما بعدها بالحياة السياسية بلبنان صباح الخير دكتور ربعات صباح النور كل شي منيح نشكر الله ليش في شخصيات ما بيتضوى عليها بالتاريخ بشكل عام ويكون لها دور بارز بتضيع ورا الخبرية الأساسية ولا كيف يعني من ناحية العلمية المؤرخ بيسعى إلى الوسائق وما زالك بلشت مع الزعيم والخواجة كان يلقب هاري فرعون زعيم لبناني وبيروت كبير السبب الرئيسي أنه ما تضوى على حياة هاري فرعون وعى دوره بالاستقلال وقبل الاستقلال وما بعد الاستقلال هو أنه هاري فرعون ما كان بده هالشي ما كان يحب يحكي عن دوره بالاستقلال وكانوا يسألوه الصحفيين الأصدقاء المقربين منه خبرنا قصة الاستقلال شو كان دورك كان جوابه دايما بجملة وحدة مش أنا صنعت الاستقلال مش هو اللي عمله ولكن لو لاي ما كان الاستقلال بيكون على الشكل اللي صار فيه بما معناه هالثلاسة اللي صار فيها معركة الاستقلال قتيل واحد شهيد واحد ببشيمون يعني 11 يوم من المظاهرات واعتقال الزعماء وإطلاق صراحهم بـ 22-22-43 هالثلاسة ما كانت صارت لو لا هاري فرعون ويمكن ونحكي بعد شوي لو ما تدخل هاري فرعون بالحياة السياسية بهذاك الوقت يمكن الاستقلال ما كان صار بـ 43-45 يمكن ولا بالـ 45 ويمكن بعد عشر سنين وخمسة عشر سنين خلينا نضوق قبل ما نفوت على دوره بالاستقلال مين هو هاري فرعون؟ نعم شو كان علاقته بالسياسة؟ شو كان علاقته بالشأن العام؟ كيف دخل الشأن العام؟ غير أنه طبعاً ابن عائلة بيروتية معروفة وميسورة الحال؟ صح هي عائلة تشتغل بالسياسة من أيام السلطة العثمانية يعني بالكرن التاسع عشر كان في من بات فرعون أعضاء بمجلس ولاية بيروت ما هي ولاية بيروت كانت خارجة عن جبل لبنان كان متصرفي جبل لبنان لحالة ولاية بيروت كانوا أعضاء بمجلس ولاية بيروت وكان لهم دور فاعل بالحركة الاقتصادية والسقفية ببيروت وجبل لبنان والعالم العربي يعني دورهم بحيفا ويافا بمصر بالشام بحلب بالعراق يعني كان دورهم كتير كبير على الصعيد المصرفي والاقتصادي والتجارة العربية يعني أحدهم بأحد المقالات شبههم بعائلة روتشلد بأوروبا تصور لأي درجة من ناحية الاقتصادية والعملية أنه ما في اقتصاد كان يصير بنهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين إلا ما يكون عائلة فرعون إلى دخل فيها بعطيك مثل القطن، القماش، الفحم الحجرة، السفن، استيراد وتصدير، الغاز وتبلش في غاز، استخراج الغاز، هني جيبوه على الشرق مرفق بيروت، مرفق يافا، مجلس إدارتهم كانت بأيد فرعون، بيت فرعون كانت السروة كلها تستثمر جمعيات خيرية أكيد على الصعيد الشخصي، هني أصبحوا بيوت، منازل، قصور ويستثمروا مصرياتهم لشأن العام ولا جمعيات الخيرية وعلى سبيل المثال ما زال حضرتك سألتني هاريف فرعون، ابنه لفليف فرعون، يعني كمان كان بمجلس ولاية بيروت سنة 1915 كان عمره يمكن 17 سنة لأنه موليد 1898 وقت جمال باشا أخذ رجالات وطنية لبنانية وبيروتية على الأعدام عشان بساحة شهداء صار إسمه هي؟ ساحة البرج أخذونا على الأعدام وراء المعتقلين والأخذين على الأعدام صار فيه شباب بيروتية ولبنانية مشين وراهم وعن بي هيصولهم للمعتقلين بصيروا شهداء فيما بعد بياناتهم هاريف فرعون ماشي وعن بيزاقف وعن بيصرخلهم هو وأميل لحود ومحيد دين بيهم شخصيات وطنية فيما بعد صارت قولها دور بالحياة السياسية صرخولهم أنه أنتوا رفعتوا رأس لبنان، رفعتوا رأس العرب رفعتوا رأس أرضنا العربية وكونوا قوية يعني عم بيحمسوا اللي رأي على الاعتقال وعلى القتل أنه رفعتوا رأس لبنان تصور من قامتاً عمروا 17 سنة ونصيبكم بالسمع كبير عم يعطون معنويات لعن تعرف الريع على الأعدام شو يكون يعني وهو ديك كبار ومفكرين ومؤلفين وهنري فرعون وزملائه فيكتول بسن المراهقة هاي دي أول ظهور من هون بلشت أكيد العائلة عطته زخم بيو فليب وعمومته يعني ميشيل فرعون عمه ميشيل فرعون عمه ألبير فرعون يوسف فرعون كلهم الشخصيات مرموكة هون عم نشوف رجالات الاستقلال بشارة الخورة نعم بشارة الخورة اللي لعبه دور كتير كبير أكيد وهو كمباناتهم هلأ التسمية كانت لبشارة الخورة السنائب بشارة الخورة ورياض الصرح بالاستقلال مع مجيد إرسلال هون بحكومة بشيمون مع حبيب أبي شهلاء الشخصيات اللي بنعرفها مع كاميل شمعون وسليم تقلى أكيد الروم الكاتوليك وهي عائلة كاتوليكية هون المفارغ عائلة كاتوليكية لعبت كتير كبير بتقريب الطواقف من بعضها يعني كان قراب من الموارنة من سنة بيروت جدا جدا بخصة هوري فرعون ومن شيعة المناطق على كل حال هوري فرعون بيقول أنه هو من طايفة الروم الكاتوليكية اللي ما كان عندها يعني لا رئيست الوزراء مصبوط ما عندها أطماع ما عندها أطماع بالمناطب الأولى ثلاثة لأنه يعني مش من حقها الطايفة من شان هيك بيعطي مثل فيها دايما أنه كانت هالطايفة يلي بتقرب بين بين الطواف وكان عندها إذا بدك هالدورة ديبلوماسة بلبنان وبالخارج وكان معروف عريف فرعون أنه تاني شخصية كاتوليكية بعد البترك الروم الكاتوليك من الكاتوليك لفترة لفترة طويلة وبدنا نقول أنه الرئيس بشارة الخوري كان أخذ أخته لعريف فرعون سليم تقلة حبيبا بشهلة كميل شمعون عدل أسيران كلهم شخصيات كتب التاريخ ضوطة عليهم هذا شيء منشوف حالنا فيه ولكن هاريف فرعون هو اللي كان مغبول يمكن بسببه ويمكن بسبب بعض المؤرخين هاريف فرعون بالمشهد الوطني من خلال التظاهرة عند إهدام شخصيات البنانية بساحة البرج أو ساحة الشهداء بعدين كيف دخل يعني شخصية الخطوة التانية كيف دخل عالم الشأن على الاستقلال من روح على الاستقلال هاريف فرعون هو بيروتي ومعين نائب الانتداب كان يعينون أحيانا وأحيانا ينتخبون بعهد الفرنسوية وصلنا لانتخابات 43 كان بلشت تتحرك مشاعر الوطنية أنه بدنا الاستقلال فرنسا ضعيفة بالحرب العالمية التانية الإنجليز عم يدعموا أفكار الاستقلالية ومنهم بات فرعون لأن الإنجليز موجودين بفلسطين وبات فرعون عندهم مصالح في فلسطين عم بيقولولون بلشوا فكروا بالاستقلال نحنا معكم لأنه في روح وطنية استقلالية بلبنان انتخابات 43 كانت انتخابات فاصلة وانتخابات البقاع كانت أكبر مفصل بين استمرار الانتداب أو الاستقلال لأنه في كتلتان كانوا باللبنان عم يتصارعوا الكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخورة وأكيد معه هاري فرعون يلي هو إذا بدك عرابه ومحركه الفكرة والوطنية وعننا الكتلة الوطنية برئاسة أميل إدية اللي بتميلي كتير إلى الغرب والانتداب وتعتقل الزعمة اللبنانية الفرنسوية عينوا أميل إدية رئيس الجمهورية بس ما قدر يشكل حكومة على الانتخابات كانت اتعادل كان ربحه الكتلوية لو ما هاري فرعون البيروطي الكاتوليكي ينزل بالبقاع ويترقس لائحة من بعض الشخصيات يلي مش كتير معروفة ضد لائحة كتير قوية واعتقدوا البقاعيين واللبنانيين أن اللائحة تنريف فرعون ستسقط كلها بالبقاع كلها هو بياخد معه أكيد صبر حمادي شخصية مرموكة جدا بياخد معه بيت الهراوي بياخد معه بيت أزعون ابنه للدكتور أزعون القوي كتير بالبقاع يلي نازل على اللاحة التانية يعني بياخد الابن ضد البي وبينجح الابن مع نريف فرعون بينجح خمسة من هالليحة وبتميل الدفل للدستوريين يعني لبشارة الخوري يلي بعدها بيصير رئيس جمهوري يعني تترفهم أنه على أساسها تم انتخابه رئيس الجمهوري أكيد طبعا على أساس النصاب المعي النصاب المعي يلي كان وقتها 55 ناية بعدد مجلس النيابة بلبنان سنة 43 ولوما فوز هنريف فرعون ولا يوحته بالبقاع ما كان طلع بشارة الخوري رئيس للجمهورية وكان يمكن طلع أميل قدي واستمر الانتداب لما بعد ما بعرف إذا في كتار رح يقولولنا يا رجالات انتخبنا أميل قدي لا لا أكيد وتغير وتغير طلع أحوال بغض النظر الاستقلال له قيمته لو كنا بوضع اليوم من وراء الوضع طبعا لو كان الوضع سيء شو ما كان الاستقلال والحرية والسيادة أهم من كل انتداب واستعمار أكيد الفرنسوية عايشين برخاء أكتر منا وضعنا لا نحصد عليه بل الاستقلال شو ما كان له تماما أكيد نحنا رح نتابع من جو الاستقلال ونتقل لها المباشر نتابعين حلقتنا عن عريف فرعون كنا عرفنا عن دوره بالانتخابات النيابية اللي قدت لانتخاب رئيس الجمهورية بشارة الخورة وعلى أساسها تغيرت المعادلة يعني وتسرعت الأحداث وصولا للاستقلال بدنا نحكي عن دوره المهم بالعلم اللبناني هو هاري فرعون يعني الزعيم الكاتوليكي يلي كان له دور بالمجلس النيابي سنة 43 بجلسة 28 كان يقولوا دول فاعل بتعديل الدستور وقت اعتقال الزعمة بـ 11 تشرين الثاني بقلعي تراشية اضطروا النواب يروحوا يفوتوا عمجلس النيابي حتى يكرروا التعديل ويكرروا العلم اللبناني يقولوا أنه نحنا صار في عالم اللبناني عنا ويعلنوا الاستقلال هون الجيش الفرنسي هو كان جيش سنغالي بس ببدلات فرنساوية يعني أشخاص سنغاليين حاوطوا المجلس ما خلوا النواب يفوتوا بعض النواب فاتوا عقل بالمجلس في منهم من الباب في منهم من الشباك هون معروفة قصة سعد المل واتعالي بالشباك صاروا الناس من جوا و الناس من برة عمجل فرعون كان جوا وصاروا يتحدثوا جوا سبع نواب كيف بدنا نرسم العالم اللبناني بدنا نتخلص من العالم اللبناني يلي كان ايام الانتداب اللي هو العالم الفرنساوي بقلبه الارزة هلأ كان فيه ميلين مثل ما كان فيه طول عمره في لبنان أنه فيه رأيين رأي مؤيد للغرب المسيحية ورأي مؤيد للعرب يلي هن المسلمين أنه كيف بده يكون العالم طلعوا ريف رعون بخبرية أنه وواقع أنه نحنا عم ندفع دائما بهالبلد دم خلينا نرسم العالم اللبناني دم من فوقه من تحت اللون الأحمر وتلج لبنان المشهور عبر التاريخ وبنتطورات بعجبان لبنان الأبيض يعني وأرزة لبنان من حتى بالنص هلأ كان فيه تيار بقلب المجلس النيابي بيقول أنه خلينا نعتمد لعالم العربي اللي فيه يضغ عليه اللون الأخضر مع الأرزة ولكن بما أنه فيه توافق بالمساق الوطني مبعد عن الغرب ومبعد عن العرب يكون لبنان عنده نوع من الاستقللية اعتمد فكرة هانري فرعون هلأ هانري فرعون كما الكاتوليك بشكل عام من أيام المتصرفية قرابة من النمسا يعني الدروس كانوا محميين من قبل الإنجليز الموارنة من قبل فرنسا الأرتوديكس من قبل الروس روم الكاتوليك لأنه كانوا كثير متهضين أيام العسمانيين وكانوا بيت فرعون دور كتير كبير بالعلاقة مع البابا مع النمسا مع البطريارقية الكاتوليكية بالدفاع عن الكاتوليك بسوريا خاصة بحلب يعني هون دور اقليمي كانوا علاقة مع النمسا هالعلاقة مع النمسا خلطوا يكون هاري فرعون رئيس جمعية الصداقة اللبنانية النمسوية وكمان أخذ استوحى فكرة العالم اللبناني من العالم النمساوي لبعده لليوم يعني إذا المخرج بحطنا العالم النمساوي بيقدر ينبش لنا عليه بنعمل بس أكيد من منطلق وطني هون ريس فرعون يعني نحنا دفعنا دم حق بقاء لبنان هذا العالم النمساوي مظبوط نقصته الأرز نقصته الأرز بس المعلومة الأساسية أنه بس بدنا نقول كمان أنه الأبيض المسيحة الأبيض فارقة يعني صح هايك ديمونسيون بتتغير هيدا العالم اللي طلع فيه من المجلس النمساوي اللي بلش يرسمه هون ري فرعون وقال له لساعد المن لكمله وحطه هو حطه بأسره هون ري فرعون عمل له الكادر ومضوا عليه سبع نواب مع صبر حميد رئيس مجلس النواب والأرز بقلم رصاص ما كان فيه قلم أخضر بقلب مجلس النواب وفيما بعد أصبح العالم الرسمي للبنان ولكن الأرز هي الأساس بهالعالم اللي طلع فيها هون ري فرعون نحنا متشابسين بالأحمر والأبيض والأرز أنا عن النواب بأنه هيدا مبدأ وجود لبنان على كل حال من الأعلام الحلوة كتير يعني إذا واحد إذا بيقدر شيل العاطفة بس العالم اللبناني من أجمل العلام صح وهالأرز والألوان والألوان يعني متمنى يضل مرفوغ ويكون مرفوع عند الكل يحطوا هالعالم بهالبلد أولوية مش عبور حقول قبل كل العلام العالم الوحيد يكون الأولوية بالحياة وبالمواقف هو لو اللبنانية ما زالنا عم نحكي على الاستقلال لو اللبنانية بيتعمقوا باستقلالنا وبمواقف الشخصيات اللبنانية بهديك الفترة قد كانوا معلقين باللبنان وعم بيدافعوا عن لبنان وضحوا يعني هاري فرعون وكل زملائقه نزلوا على الطرقات بمعركة الاستقلال نزلوا على الطرقات وصارت الأموال تنكب حتى يوقفوا بوج الفرنسوية لأنه الفرنسوية هن كبوا مصاري في لبنان كبوا مصاري لربح معركة 43 صارت ريف فرعون بعلاقته مع مومته بحيفا وعلاقته مع الإنجليز كمان صاروا الإنجليز يبعتونهم أكياس من الدهب معروفة بكتب التاريخ أكياس من الدهب أنه الاستقلال لازم تحصل عليه وتزعم الحركة الشعبية إذا بدك لأنه ريف فرعون كان عنده دور بسباق الخيل كان مع سائقيل سياراته العمومية أكيد بالإضافة إلى حزب الكتائب اللي كان دوره كتير كبير وحزب النجادي 11 يوم هنريف فرعون على الأرض مع الناس ببيروت وخلي السياراته العمومية هو بيطلب منه وبدفع مصاري أكيد وتعبية بنزين ودعم يجيبه الناس من المناطق لبيروت لأن كانت أكيد مركز التقل يعني هلقد فعلا دوره كان مهم بكل هالمشهد يعني من انتخاب رئيس الجمهورية مستهمته فيه عبر ترشحه بالبقاء على رأس ليحة من العلم من العلم اللبناني ومساق الجامعة الدول العربية ما بدأ ننسي هلأ منضوع عليه سريعا وصولا يعني للتظاهرات بقلب العاصمة صح بيروت طب بنسبة للمساق نحن نعرف أنه لبنان هو دولة مؤسسة بجامعة الدول العربية شو كان دور أنريف فرعون فيه يعني سنة الاربع واربعين ببروتوكول اسكندرية وقته بلش يفكروا بجامعة الدول العربية ما كان هاريف فرعون بعده وزير خارجية مثلنا رياض الصلح رياض الصلح كان فيه شوية نفور مع هاريف فرعون ليه؟ عندنا رجلين كبار بقلب الدول اللبنانية هنا رياض الصلح وبشارة الخوري اخدين الاستقلال شخصية رياض الصلح وشعبيته وزابدك ونفوذه أقوى من بشارة الخوري مين كان يدعم بشارة الخوري تيقف وجه رياض الصلح هاريف فرعون مش ان هيك هالنفور صار بين هاريف فرعون ورياض الصلح بس ما خلاها تصير اتنينتهم بزكاء نفور مسيحي إسلامي هون كان بالعكس كان في تضامن بمساك أو بروتوكول اسكندرية كان رياض الصلح يلي نص على أول شي بند احترام سيادة واستقلال لبنان شغلة كتير منيحة ولكن نص ببند آخر أنه ممنوع على أي دولة عربية توقع اتفاقية خارجية أي نوعة بتمس بدول عربية هون العالم الناس باللبنان انقصموا مسيحية ضد هالفكرة ومسلمين مع هالفكرة إلى أنه جاء توقيع مساك جامعة الدول العربية مين كان وزير خارجية وقتها هاري فرعون راح يمثل لبنان هونيك لغى بقوت شخصيته لغى هالبند وعمل أنه احترام خصوصية كل دول من دول عربية وممنوع التدخل بأي منه وحتى وقتها وقتها نور السعيد ماسك معه ملف رئيس حكومة العراق جايب معه ملف أنه يكون التصويت بالأكترية يعني ساعتها صوت لبنان ما قاله قيمة بما أنه بتضمن الدول العربية بالأكترية صوت لبنان هو اللي عمل قصة الإجماع هو هونيك فرعون عمل قصة الإجماع قاله بطلع لبرة بنسحب لبنان بنسحب من جامعة الدول العربية ساعتها نور السعيد قاله بتصير جامعة إسلامية بدون لبنان جامعة الدول العربية بتصير جامعة إسلامية قاله يا بتعملوا الإجماع يا أنا ما بشارك ساعتها استردوه وهالإجماع ما نعسير فيه كونفيدرالية عربية يعني اتحاد عربي بين الدول بس هالإجماع كمان عطل قرارات مهمة لاحقا ولكن كمان منع كان يقول له نوري فرعون لوما فكسنا الاتحاد العربي كان بدو يصير في حروب عربية عربية مدمرة بس شو هالإنسان عنده نفوذ كان الملك فاروق والملك حسان يعملو له ألف حساب كانوا كثير على علاقة جيدة معه كان يعملو له حساب يسمعوا رأيه كان ضد القضية ضد الوجود الإسرائيلي أو اليهود كان مع القضية الفلسطينية يأيد الحروب العربية إلى أقصى الحدود ومئات الأمثلة عن هالشخصية الكاتوليكية البيروتية الوطنية لساهمت باستقلال لبنان شكرا دكتور على كل هالمعلومات يمكن لشألة بتلوراء وخلتنا نبحث أكتر بالتاريخ طبعا كان شهير باهتمامه بالخال وكان شهير طبعا بقصره اللي استوحيه من قصر العظم في الشام ورجع تحول اليوم لمتحف بعد ما تم بيعه ضوينا على أوري فرعون مع دكتور عماد مراد ضوارنا على مسحات مضيئة بحياة شخصيات لبنانية مميزة بالديبلوميسية وبالسياسة نفتقد كتير بكل أسف لقلق اليوم شكرا لقلق نحن سهلا رح نتابع حلقتنا خليكم معنا شكرا لقلق اليوم 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 اشتركوا في القناة